مباراة الدور قبل النهائي في السياسة جرت أحداثها على هامش مباراة افتتاح كأس العالم مباراة الافتتاح كانت بين قطر والإكوادور المباراة السياسية كانت بين مصر وتركيا وهي مباراة عرفت اختصارا باسم المصافحة بعد كده قناة القاهرة انفرضت بخبر أنها لم تكن مجرد مصافحة وإنما لقاء استمر 45 دقيقة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه المصافحة وهذا اللقاء لا يمكن أن يمر مرور الكرام لأنهم أحداث بتتم بين بلدين بينهما ما بينهما ما حدث في العلاقات بين مصر وتركيا والتصعيد المستمر من قبل أنقرة ودعمها المعلن لتنظيم الإخوان الإرهابي واستغلال رئيس تركيا لأي حادث أو حديث أو لقاء لتوجيه كلام عن مصر وتوجيه اتهامات هذا أمر لم يكن يتوقف في مقابل هدوء من القاهرة وتجنب ذكر اسم تركيا أو أي دولة أخرى أو أي تنظيم آخر والاكتفاء بالإشارة إلى ما أطلق عليه الرئيس اسم أهل الشر لقب كده سقه الرئيس عبد الفتاح السيسي وظل محافظا عليه في كل خطاباته دون تسمية دولة معينة مع توسع اكتشافات الغاز في البحر المتوسط وتوقيع اتفاقيات ترسيم الحدود ما بين مصر واليونان وقبرص وخروج تركيا تقريبا من حسابات غاز المتوسط بدأت تركيا تخرج كل أسلحتها وتهاجم بضراوة في المقابل كانت مصر تدير الأمور بهدوء شديد كانت تنفس سياسة الأفعال للأقوال القاهرة تحافظ على ضبط النفس في مقابل توتر شديد في التعامل من جانب أنقرة حتى أن الرئيس التركي لم يتمالك نفسه ذات مرة وتحدث عن الاتصالات التي تتم بين أجهزة أمنية بين البلدين معترفا بالتفاوض باختصار كانت القاهرة تعرف جيدا أنها تسير على الطريق الصحيح وتتصرف بعقلانية دون أن تتعجل حتى جاء كأس العالم كل الأعين مسلطة وكل الكاميرات مسلطة وحدث اللقاء الجميع كان في زهول بعد أن بثت القاهرة الإخبارية الخبر في 20 نوفمبر 2022 البعض غير مؤشر القناة ليتأكد من القناة القريبة من موقع الحدث ولكن لم يكن لهذا الخبر وجود في أي مكان في أي من القنوات الإخبارية المنافسة معلش اسمحوا لي أن أنا أتبسط بقناتنا فعاد المشاهد من جديد ليجد صور اللقاء على شاشة القاهرة الإخبارية وطبعا طلعت حملة الإنكار والتسفيه من المستخدمين مصريين المولد في الإعلام التركي سواء داخل أو خارج مصر إلى أن نشرت الرئاسة التركية خبر الاجتماع على موقعها الرسمي وأدلى مسؤول في الرئاسة التركية لوكالة فرانس بريس بتصريح أكد فيه على التواصل الثنائي الأول بين الرئيسين أثناء حفل افتتاح البطولة ونقلت خبر ترك عن الرئيس التركي تصريحات أدلى بها على متن الطائرة في رحلة عودته من قطر ما استناشي عن الراجل بعد حضوره فتاح مونديال كرة القدم قال أن المصفحة التي جرت بينه وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطر كانت خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين وأن تحركات أخرى ستلي تلك الخطوة الأولى من أجل تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة وأنه يريد أن تكون الاجتماعات مع مصر على مستوى أعلى في سياق الاتجاه نحو تطبيع العلاقات وفي برنامج حواري تلفزيوني تم تسجيله في محافظة قنية تركية قال أردوغان أنه تحدث مع الرئيس السيسي لنحو 45 دقيقة في ذلك اللقاء على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر وقال أردوغان لقد ركزنا المحادثات مع السيد السيسي هناك وقلنا لنتبدل الآن زيارة الوزراء على مستوى منخفض بعد ذلك دعونا نوسع نتق هذه المحادثات ما حدث بعد المصافحة واللقاء كان متوقعاً صدمة في أوساط جماعة المستخدمين حتى إن إعلاميهم تحدثوا عن تضييق الإعلامي عليهم في تركيا بقوا بيشتكوا بقوا بيشتكوا أنهم لم يعودوا مرغوب فيهم خارج الإخوان كانت هناك تساؤلات عن موقف مصر من ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط هل ستغير موقفها؟ الإجابة معروفة مصر تحترم تعهدتها وتحترم من يقف معها وملتزمة بكل ما اتفقت عليه بالعكس العلاقات مع قبرص واليونان على أعلى مستوى السؤال هنا لماذا فعلت تركيا ما فعلته؟ الرئيس التركي يريد إعادة ضبط علاقاته بدول الجوار لظروف اقتصادية وظروف سياسية يعلمها أو لا يعلمها الجميع يريد ترتيب علاقاته معهم بشكل أفضل خاصة مع وصول إدارة جو بايدن للحكمة في الولايات المتحدة واللي كان لها موقف سلبي تجاه تركيا تركيا تتحرك سريعا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومصر تتحرك بهدوء لأنها تدرك أنها تسير على الطريق الصحيح أما عن السؤال عن مصير الإخوان فإجابة السؤال تكمن في الصياح الذي لم يتوقف منذ المصافحة صحيح أن كأس العالم انتهى بمباراة عظيمة بين فرنسا والأرجنتين وأهداف كثيرة جدا تمت خلال هذه المباراة وفي ضربات الترجيح ولكن بالنسبة لي ستبقى المصافحة هي أول هدف تحقق في هذا المونديال صحيح أنها هو هدف سياسي ولكن صدا لا يقل عن أي هدف تم تسجيله في البطولة ترجمة نانسي قنقر